على صعيد النشاط الرياضي فريق كرة السلة سواء الفريق الاول او فريق المرتبط امبارح عمل مباراة كبيرة جدا على فريق الزمالك لأهل امبارح ما كانش محتاج يكسب غير مباراة واحدة لكن كسب المرتبط والمباراة التانية رغم ان الاهل كزمانه متأهل لكن عمل مباراة كبيرة جدا على الزمالك ليه بقى؟ الفترة الاخيرة الحمد لله النادي الاهلي في نتيجه مع الزمالك في الباسكت عايز اقول لكم يعني 16-17 مباراة متتالية الاهلي لا يخسر او بنتكلم يعني 17 فوز متتالي للاهلي على الزمالك بكرة السلة في جميع البطولات الاهلي لا يخسر اخر فوز للزمالك كان منذ 64 يوم 64 يوم احنا بنتكلم في 3 سنين ويه؟ اعتقد يعني 3 سنين وكم شهر الزمالك الحمد لله ما كسبش الاهلي في جميع البطولات قول بقى برحتك دور مرتبط فريق اول لدور السوبر يعني البطولة العربية لو كنا تقابلنا في كل المناسبات دي الاهلي كسب الزمالك وانباراة كان فيها دابل سكور فده شيء كان رائع جدا فريق 18 سنة كمان فريق مرتبط كسب في اللقاء الاول 72-58 نتيجة كبيرة والفريق الاول كسب 72-56 وكان يقدر كمان يكسب سكور اكبر من كده الاهلا يا وجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي ايام الثلاث والخميس يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله مباريات الزهاب ويوم الخميس مباريات الاياب وكل التوفيق رب للنادي الاهلي في هذه المباراة